اشتركوا في القناة جزيء يكمن سره في شكله لولب مزدوج إنه مفتاح الحياة إذا صح التعبير وكان العالم الأمريكي جيمس واتسون هو الذي ساعد في اكتشاف كيفية عملها لقد عرفنا أن هناك قوانين للوراثة منذ عمل جريغور ميندل ونباتاته من البازلاء في عام 1900 وبعد سنوات عدة اكتشف أنها موجودة بفضل الهياك للبيولوجية المعروفة باسم الجينات والتي هي مجموعات من جزيء معين وهو المعروف بالحمض النووي إنها بطاقة هويتنا البيولوجية لدينا جميعا واحدة ويتم نقل جزء منها إلى ذريتنا ولكن لكي يحدث هذا يجب أن تتكاثر جزيئات الحمض النووي لدينا أيضا كيف يكون هذا ممكنا؟ لمعرفة ذلك احتاج العلماء إلى معرفة شكل حمضه النووي لكن كانت هناك مشكلة واحدة فقط كانت الجزيئات أصغر من أن يتم تصويرها تضمنت التقنية تسليط الأشعة السينية على جزيء وتحليله تخيل أنك تصوب خرطوما على شيء ما أمام الحائط وتضطر إلى الاستدلال من علامات الرش على ما إذا كان الشيء كرة قدم أو مروحة هذا يتطلب الكثير من الخيال وكان العلماء يعانون لتحقيق ذلك حتى عام 1953 وفي مختبر بلندن نجحت علمة شابة اسمها روزاليند فرانكلين في التقاط بعض الصور للحمض النووي بجودة أعلى بكثير مما تم تحقيقه من قبل لا شيء موثير بشكل خاص للوهلة الأولى فقط بعض العلامات على شكل الحرف اللاتيني X لكن مشرف المختبر موريس ويلكنز اعتقد أن تلك الصورة ستؤدي إلى شيء ما تلك الغريزة الرائعة اقترنت لسوء الحظ بواحدة من أكثر اللحظات المخادعة في تاريخ العلم من دون إخبار روزاليند فرانكلين عرض ويلكنز الصورة على باحث آخر هو جيمس واتسون الذي كان قد توصل هو وزميله فرانسيس كريك إلى نظرية كان معروفا أن جزيئات معينة مثل البروتينات يمكن أن تتخذ شكل لولب عبقرية الباحثين تجلت في تخيل أن الجزيئ ليس لولبا واحدا ولكن لولبا مزدوجا في هذه المرحلة كانت تلك مجرد فرضية لكنها مكنتهما من فهم كيفية انتقال الحمض النووي ينفصل شريط اللولب المزدوج وترتبط الجزيئات الأخرى بكل منهما مما ينتج جزيئات جديدة مماثلة للولب الأول أوضحت هذه النظرية أخيرا كيف تعمل الوراثة وهكذا حصل واتسون وكريك وويلكنز على جائزة نوبل في عام 1962 ولكن ماذا عن روزاليند فرانكلين؟ لم يرتبط اسمها بالجائزة المرموقة لثلاثة أسباب لأنها كانت قد توفيت عن عمر يناهز 37 عاما بمرض السرطان ولأنه لا يمكن منح الجائزة للمتوفين بالإضافة إلى أنه لا يمكن مشاركتها بين أكثر من ثلاثة أشخاص هذا الظلم من شأنه أن يحول روزاليند فرانكلين إلى أيقونة للحركات النسوية كضحية لعالم البحث المتحيز ضد النساء ومع ذلك لم تكن روزاليند فرانكلين هي التي ابتكرت نموذج اللولب المزدوج وعلى الرغم من الإنجاز العظيم الذي حققته صورة الحمض النووي الخاصة بها إلا أنها لم تكن لتصل إلى شيء لولا الإبداع الفكري لجيمس واتسون وفرانسيس كريك ولكن وعلى قدم المساواة لم يكن تفسيرهما للحمض النووي ممكنا بدون صورة روزاليند فرانكلين ولهذا كان بإمكان واتسون وكريك وويلكنز كان بإمكانهم إعلام الناس بمساهمتها ولكن بدلا من ذلك سعى واتسون مرارا وتكرارا للتقليل من شأن مشاركة زميلته بل وهاجمها أيضا بسبب افتقارها المفترض إلى الصفات الأنثوية أثار واتسون لاحقا ضجة مع عدد من الملاحظات العنصرية زعم أن السود أقل ذكاء من البيض وهنا نستنتج أنه من الممكن اكتشاف قوانين البيولوجيا الإنسانية مع بقاء المرء غافلا تماما عن أساسيات الآداب الإنسانية بغض النظر عن الإنجازات العلمية لواتسون فإن سلوكه المشين أدى فقط إلى تعزيز حق روزاليند فرانكلين في الاعتراف بها بعد وفاتها